قدمت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تسخير الإمكانات والخبرات لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك فنجحت بالفعل في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها ذلك في سبيل تفعيل التعاون بين الدول الأفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص وقد أسهمت قيادة مصر لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا والتي بدأت في نوفمبر 2021 واستمرت حتى تسليمها لزامبيا 2023 في تعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري بالقارة الأفريقية تسعى مصر بشكل مستمر نحو تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وتنمية مستدامة لدول القارة الأفريقية وهو ما عملت عليه القيادة السياسية من خلال توجيهات رئاسية لمؤسسات الدولة نحو العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية والمساهمة في تعزيز التجارة البينية وتحسين البنية التحتية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال وإيمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي القاري لتعزيز التعاون في المجالات كافة عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك فنجحت في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عاقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها في سبيل تفعيل التعاون بين الدود الأفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص وفي وقت تساهم فيه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بأفريقيا في بناء قدرات الأشقاء الأفارقة ودعم جهود الدول الأفريقية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 أسهمت قيادة مصر لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا التي بدأت في نوفمبر 2021 واستمرت حتى تسليمها لزنبيا في عام 2023 في تعزيز خطة التكامل والاندماج التجاري بالقارة الأفريقية أولويات رئاسة مصر للكوميسا تضمنت تعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 ترجمة نانسي قنقر